كان لنا تجربة قبل كده شباب مع مايك البي ام تونمية اللي هو المايك الاكثر مبيعا والمايك الاشهر والمايك اللي هو يمكن اكتر المستخدمين اللي بيبتدوا في التسجيل الصوتي او بيبتدوا حتى في كانوات يوتيوب حديثة بيشتروا لان هو طبعا من الفئة الاقتصادية الدنيا وسهل جدا انك انت لو جبتوا وما كملتش حتى في المجال ما تبقاش خسران كتير وطبعا كنت عبرتلكم بقى في التجربة القديمة بتاعت ديت عن استياء الصراحة من التجربة اللي انا خدتها واكدت اكتر من مرة في الفيديو ان ده يمكن يكون راجع لان النسخة اللي انا اشتريتها ديت نسخة غير جيدة او نسخة تلفة او نسخة معيوبة لان انا حتى اوضح اللي انا رجعتها على طول مردتش اكمل بيها لان كل محاولات التجربة اللي انا عملتها معاها ومحاولة التعديل حتى على الصوت باكتر من طريقة ما نفعجي. وقال المشكلة. علشان كده حبيت اعيد نفس التجربة تاني. واجيب نفس المايك تاني. بس هادف عليه بقى عنصر مختلف علشان يحسن لها التجربة ديت. يمكن نطلع بنتيجة افضل من اطلعناها على المرة اللي فاتت. بس طبعا قبل ما ندخل في الموضوع حابب انكم بقى تدعموني بلايك وشير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. والتابقوني على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بيج والانستجرام بيج. وتشتركوا في قناتنا على التليجرام. اللي بنزل عليها لعروض الكوبنات المختلفة اول بقى. زي ما قلت لكم شباب. قررت مرة تانية ان انا جرب مايك البيين بتمنمية. بس هنضيف عليه المرة دي بقى حاجة جديدة. وهو اننا هنشتري فانتوم باور علشان ناخد الطاقة. المناسبة لمايك دوت ونقدر نطلع منه بافضل تجربة. وبالفعل اشتريت المايك واشتريت الفانتوم باور من على موقع امازون. وقمت بعمل تجربة تانية اليوم يا شباب. وللامانة بعد لما جربتهم للمرة التانية. لقى الصوت فعلا. الصوت كان جيد. الصوت عجبني. قمت بتسجيل اكتر من فيديو. حتى على قناة التانية بتاعت خالد والكورة. استنىك طبعا تسابعني هناك. لو انت بتتبع الدوريات الاوروبية. وقمت كمان بتسجيل اكتر من مقطع صوتي. لاكتر من فيديو شورتز. كنت عاملهم من غير مظهر فيهم. والاداء في المجمل كان اداء مرضي جدا بلمقرنة بسعر المايك دوت مع سعر الفانتوم واختلكه طبعا دلوقتي تجربة لصوت دي تجربة لصوت مايك البي ام باور التمانية واربعين فولت بدون اي تعديل. دي تجربة لصوت مايك البي ام باور التمانية واربعين فولت مع التعديل على برنامج ادوبي اوديشن بعدان مسميات والسوسط يا شباب سريعا بالنسبة لشكل وخامات المايك. المايك طبعا مشهور جدا ومعروف بيجي بخامات تباني انها معدنية بس هي مش معدن ولا حاجة هي تقريبا بلاستيك مكوه ومطلي هتلاقي منه لونين اللون الدهب زي اللي معنا النهاردة او هتلاقي لون تاني لون فضي من حيث المكونات الداخلية هتلاقي واحد في بوردة كبيرة الناس كلها بترشحوا والناس كلها بتقول ان هو الافضل ودي حاجة الصراحة على عكس اللي حصل معايا ان هو كان الاسوأ في التجربة اللي فاتت بتاعتنا الاسدار التاني اللي البردة بتاعته صغيرة زي اللي موجود معنا النهاردة او اللي كان صوته بالنسبة لي افضل ودي طبعا حاجة على حسب انت بقى وحظك لان دي مش شركة بتعمل حاجات بكواليتي سابتة او كواليتي معروفة لانت بتجيب الحاجة وتجربها طريق كويسة بتكمل معها تليد فيها مشكلة بترجعها ايه الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها قبل ما تشتري المايك ده اول حاجة ان خامات المايك هنا طبعا ضعيفة جدا سواء الخامات بتاعت المايك نفسه سواء الخامات بتاعت الملحقات اللي معاها او القرمة حتى اللي بيجي معاها هي خامات ضعيفة مش اقوى حاجة ولكن زي ما قلنا هي متناسبة مع السعر بتاع المايك بالنسبة لحساسية المايك بقى والتقاط الاسوات اي مايك كوندينسر طبعا بيلتقط الاسوات اللي حواليك كلها فانت لازم تكون بتصور في حتة يا ايما معزولة كويس او انت تقلي الجين بتاع المايك من على الكمبيوتر بدرجة كبيرة بس ده يستتبع انك انت تخليه قريب من بقك جدا زي ما لكم تمصور في الفيديوهات بتاعتي دي تركات وحاجات انت بتعرفها مع التجربة لازم لما تجيب المايك توصله وتسجل به اكتر من مرة في اكتر من وضع تتأكد ان المكان اللي انت بتصور فيه ما فيش دوشة حواليه ولو في دوشة هتقلل الجين بتاع المايك على الاخر لو في صدى صوت تحاول انك انت تحط حاجات قدامك تقلل صدى الصوت دوت علشان الصوت ميرتدش تاني وانت بتتكلم في المايك فاتخلي بالك من موضوع الجين ده على الكمبيوتر علشان هيفرق معك بدرجة كبيرة جدا في الصوت تالت حاجة المايكات اللي زي ديت انت لازم تعدل عليها صوتيا سواء على برنامج الاودستي او على برنامج لان التعديل الصوتي على صوتك هيفرق معك بدرجة كبيرة جدا زي ما انا معدل في الفيديوهات بتاعتي سواء على المايك البويا الام وان دوت او حتى على الفيديوهات اللي سجلتها بالبي ام تمنمية ولو حابين ان ومش ضروري التعديلات اللي انا عملها دي تخلي بالك تمشي معاك لان كل واحد ليه طبقة صوت غير التاني كل واحد ليه عليه صوت غير التاني الجين لو انا بزبطه على الكاميرا بزبطه على درجة غير اللي بزبطه على الكمبيوتر فالحاجات دي كلها بتيجي بالتجريب وبتيجي بانك انت بتجرب تسجل وتعدل وتسمع وتسمع كمان بسماعة تكون انت عارف انها بتطلع الاسوات اقرب للواقع مسماعة بتديف بقى مؤثراته بتديف كبير وخلافه حاجة كمان وانت بتعدل على الصوت انت لازم تتأكد انك انت مش مفعل ايكولايزر عالي في الكمبيوتر مش معالي البيس بدرجة كبيرة مش معالي التريبل بدرجة كبيرة علشان تبقى عارف ان الصوت اللي طالعي بعد التعديل ده هو الصوت اللي انا هسمعه واللي غيري كمان هسمعه فدايما انت بتعدل الصوت على الكمبيوتر بتاعك اقفل الايكولايزر اللي عندك على الكمبيوتر حاجة كمان برضو الفانتوم باور مهم الصراحة بدرجة كبيرة مع المايك دوت لان من غيره بيبقى فيه نويز والتقاط الصوت نفسه ما بيبقاش احسن حاجة سواء لو انت موصله على الكاميرا او حتى موصله على الكمبيوتر هتلاقي فيه مايكات من دي بتتباع معها كارت صوت كده بيتم الترويج ليه بانه هو عبارة عن كارت صوت وفانتوم باور في نفس الوقت ما تشتريش كارت الصوت دوت ده اللي كنا جايبينه في الفيديو اللي فات ده كارت صوت زبالة الصراحة ملوش اي محل خالص انك تدفع فيه فلوس لأ خليك في المايك بالاضافة لفانتوم باور دي النقط اللي المفروض تاخد بالك منها قبل ما تشتري المايك اما بالنسبة لسعره بقى انتو عارفين طبعا الاسعار اليومين دوله خصوصا لو انت موكن في مصر بقت مدغيرة بدرجة كبيرة صعب جدا انك تلاقي الديفايز اللي انت بتشتريه دوت خصوصا لو هو مش من براند معروف وليه وكيل بحدد سعره بيتباع بسعر واحد عند اكتر من بيع لا بتلاقي اسعار مختلفة فلو انت موكن في دولة غير مصر هتشتري طبعا من امازون وهتقدر توصل لاسعار كويسة جدا اما لو انت في مصر بقى دور جيدا يا صديقي قبل ما تشتري وتحرط دقة بقى زي كنت تشتري اونلاين او اوفلاين وحاول لو بتشتري اونلاين زي ما قلنا في الفيديو هاتب بقى بتاعت الشراء اونلاين تشتري دايما الاجهزة اللي الموقع نفسه هو اللي بيبيعه خصوصا لو هي اج تعامل معهم سهل وسلس جدا سواء في الشراء او حتى في الارجاع لو في مشكلة وكنا عملنا اكتر من حلقة طبعا على الكلام دوت في بلاي ليست مخصوص تقدر ترجع تتفرج عليه وطبعا هسيب ليكم على قناة التليجرام لو لقيت الامانة عرضي مميز للمايك دوت الرابط بتاعه مع شعار الحلقة ديت تقدر تشتريك فيها برضو علشان حتى تشوف لو في اي عروض تاني تقدر تستفيد بها بس كده شباب ده كان ملخص التجربة السريعة اللي كانت لها مع المايك دوت اتمنى انكم كونوا استف تتابعوني بلايك وشلي الفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين والتابعوني على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بيج والانستجرام بيج وتشتركوا في كناتنا على التليجرام اللي بنزل عليها العروض والكوبنات المختلفة اول باول كان معكم خالد سامي اشوفكم على خير في فيديوهات قريمة لينا ان شاء الله سلام